أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 7000 إصابة بفيروس كورونا وهو ذروة جديدة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي في حصيلة الإصابات اليومية في البلاد كما تباصل وفيات كورونا تسجيل معدلات قياسية حيث سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 31 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1335 حالة وفاة وأشرت الوزارة إلى أن نسبة الإصابة والعدوى ارتفعت إلى 2.10 فارزة 4% وهي أعلى معدل يسجل منذ انتشار الفيروس في البلاد منذ آذار الماضي